كل شيء قمنا به حتى الآن كان سوائل ثابتة أو سوائل ساكنة وكنا نتعامل مع ضغط ثابت كنا نحاول معرفة ماذا يحدث عندما يكون كل شيء في حالة مستقرة الآن دعونا نرى ماذا يحدث عندما يكون السائل في حالة حركة ننتخيل الانبوب حسناً لنرسم الانبوب هنا ولنقول في نهاية الانبوب هناك مساحة أكبر من الطرف الآخر أو على الأقل دعوني أرسم ذلك حسناً هذه نهاية أحد الأطراف من الانبوب وهذا الطرف الآخر وهذا نهاية الطرف الآخر وهذا الانبوب مبلوء ببعض السائل على سبيل المثال هناك كمية من السائل في هذا الانبوب هذا هو السائل ولنفرض أن هذه المنطقة هي المدخل هذه المنطقة هي المدخل ولنسميها منطقة المدخل AI وهي فتحة دخول في الانبوب ولنسمي هذه المنطقة بمنطقة المخرج وهي منطقة المخرج من الانبوب ولنفكر ماذا يحدث للسائل إذن إذا كان يتحرك فعلاً لنقول أنه يتحرك داخل الانبوب بسرعة مقدرها A-V بسرعة مقدرها V-I ولنفكر في كم هي السرعة التي يتحرك بها السائل داخل الانبوب بعد T ثوان بعد T ثوان إذا فكرنا بها لدينا هذه المساحة إذا فكرت ماذا الذي كان هنا سوف يكون متحرك لليمين بمقدار بمقدار كم سيكون مقدار تحركه إلى اليمين لنعود لاصطيغة الحركية الأساسية المسافة تساوي معدل السرعة مضربة بالزمن إذن المسافة شيء لشيء يتحرك سيساوي السرعة ضرب الزمن إذن بعد مرور T ثوان إذا كان هذا السائل سيكون مساحة هذا المدخل وإذا كان يم يتحرك باتجاه اليمين فسيتحرك بمقدار لنفرد أن هذا الشكل لم يتغير أي حجم القطر لم يتغير فسيتحرك بسرعة مقدارها مقدارها V I مقدارها V I ضرب الزمن هذا ما تساويه هذه المسافة التي يقطعها السائل وقد تكون بالمتر أو أي وحدة أخرى إذن بعد عدة ثوان تي سيكون السائل قطع مسافة بهذا القدر داخل الأنبوب وتخيل أنها استوانة من السائل هنا مرة أخرى أعرف فجعلتها تبدو أعرض ولكنها ستكون نفس المسافة ولكن الزمن سوف يتغير إذن ما هو حجم الأسطوانة الآن؟ ما هو حجم أسطوانة الماء؟ الحجم خلال زمان مقداره T ثانية سيساوي المساحة سيساوي المساحة مساحة هذا الجانب الأيسار من الأسطوانة لنرسم الأسطوانة بشكل مستقل هذه الأسطوانة للتوضيح حسناً إنه يساوي هذا الجانب الجانب الأيسار من الأسطوانة إذن مساحة الجانب الأيسار من الأسطوانة أي مساحة المدخل ضرب طول الأسطوانة ضرب طول الأسطوانة وهذا هو السرعة ضرب الزمن كما قلنا أي تساوي المسافة السرعة ضرب الزمن هذا هو مقدار الحجم عند المدخل أيضاً إذن الحجم في الأنبوب مرة أخرى قد تعلمناها بفيديوهات سابقة من خلال تعريف السائل أنه غير قابل للإنضغاط ليس بمعنى لا يمكن أن يخرج السائل من الأنبوب ولكن السوائل تتقلص وتتمدد ولكن ستكون بنفس الحجم للسائل يجب أن يخرج بنفس مقدار حجم السائل الذي سيخرج من الأنبوب وهذا يجب أن يساوي الحجم الخارج إذن الحجم الداخل سوف يكون نفس الحجم الخارج الخارج من الأنبوب فرضية أخرى في هذا الجزء من الزمن الذي نتعامل معه هو أيضاً لا يوجد هناك احتكاك من هذا السائل فهو ليس مضطرب وليس لزج السائل اللزج فقط لديه الكثير من الاحتكاك بداخله ولكن لا يتحرك بشكل طبيعي بدون أي مقاومة إذن عندما يتضفق هذا السائل داخل الأنبوب بدون اتراب فهذا ما يعرف بالتضفق الطبيقي لمينار وهي كلمة جيدة لمعرفتها وهي معاكسة لتضفق اللازج لدينا أشياء مختلفة لها لزوجة مختلفة مثل شراب أو زبدة الفول السوداني لديه لزوجة عالية جداً حتى الزجاج وهو مائع لديه لزوجة عالية جداً أعتقد أن هناك أنواع من المات والحقول المغناطيسية تستطيع عمل تضفق طبقي بشكل كامل لكن هذا نوع من الوضع أو هذه الحالة هي الحالة المثالية في هذه الظروف الحجم في المدخل لأن السائل لا يمكن ضغطه إذن سيكون مساوي للحجم السائل في المخرج وما هو الحجم في المخرج خلال فترة زمنية معينة بشكل مماثل نرسم استوانة أكبر لديها هذه المساحة في المخرج بعد T ثانية إذن لديها هذه المساحة وما هي كميات الماء الخارج من الأنبوب أي أن كانت كميات الماء في بداية الفترة الزمنية يجب أن تخرج ونستطيع تخيل الإستوانة هنا ما هو عرض الإستوانة؟ ما هي سرعة خروج السائل التي من الجانب الأيمن من الأستوانة؟ هذه كابيتل V يجب أن تكون كابيتل V لأن الحجم هو V كابيتل والسرعة هي V سمول وهذا سيكون سرعة الخروج وتمثل بV سمول ضرب نفس الزمن جيد ما هو الحجم عند المخرج خلال الزمن T؟ سيكون عبارة عن هذه المساحة ضرب هذا العرض لذا حجم المخرج خلال نفس الزمن سيساوي سيساوي مساحة المخرج من الأنبوب ضرب ضرب سرعة الخروج ضرب الزمن ومرة أخرى أعيد كنوع من التذكير خلال وقت معين هذه الأستوانة هذه الأستوانة حجم هذه الأستوانة يجب أن يساوي حجم هذه الأستوانة وربما هي ليست بنفس العرض أو شيء من هذا القبيل لكن الحجم هو واحد لا تستطيع أن تحصل على ماء هنا فجأة أكثر من الماء الداخل هنا ونفس الشيء لا تستطيع وضع كمية أكبر في هذه الجانب لأن الحجمان يجب أن يكونان متساويان لذا نعرف أن مساحة المدخل في الجانب الأيسر من الأنبوب ضرب سرعة الدخول ضرب الزمن السالف ذكره يساوي المساحة المخرج ضرب سرعة الخروج ضرب الزمن ضرب الزمن وإذا أردت الزمن وإذا أردت الزمن فإن الزمن نفسه على كل جانب من المعادلة لذا يمكن القول أن المساحة المدخل AAI ضرب سرعة الدخول تساوي مساحة المخرج ضرب سرعة الخروج وهذا يسمى في حركة الموائع معادلات الاستمرارية معادلات الاستمرارية ويقودون إلى شيء مثير سنحل مسألة عنه خلال ثانية شيء واحد أريد أن أخبركم به ما هو الحجم لكل ثانية لكونه شيء آخر سنتعامل معه وبعض اللحظات محتملة فيها في الفيديو القادم لأن الوقت يداهمنا قلنا خلال زمن تي ثانية لدينا هذا الحجم حجم المدخل وهو نفس الحجم المخرج حسنا ما هو الحجم لكل ثانية إنه هذه VI الكبيرة في زمن معين تساوي سنتعلم عن التضفق لحساب المتجهات لكن التضفق هو المقدار الذي يخترقه شيء لساطح في زمن معين كم هو المقدار لحجم التضفق في زمن معين في هذه الحالة الساطح هو الجانب الأيسار ونتساءل عن كم يقطع في وحدة الثانية وتعرفنا على حجم المدخل في تي ثانية وهذا يدعى التضفق إذن التضفق فلاكس ربما سمعت عن مكثف التضفق ولكن سنتحدث عنه في المستقبل لنرى إذا كان باستطاعتنا استخدام التضفق وهذه الأفكار للخروج للخروج ببعض الأسئلة المهمة إذن نحن نعرف أن الحجم في الوقت يساوي التضفق هذه على تي تساوي التضفق فلاكس وحقيقة الناس يستخدمون الرمز R للتضفق بالطبع إنها متر مكعب لكل ثانية متر مكعب لكل ثانية هذه هي وحدتها نعلم أن مساحة المدخل ضرب سرعة المدخل مساحة المدخل ضرب سرعة المدخل هذه V صغيرة وتساوي مساحة المخرج ضرب سرعة المخرج وهذه تسمى معادلة الاستمرارية معادلة الاستمرارية فهو ينطبق كلما كان لدينا تضفق في الفيديو القادم سنستخدم بعض المعلومات لإيجاد كم القوى التي يحتاجها التي يحتاجها النظام حيث لدينا تضفق خلال الأنبوب أراكم قريباً